ندخل بقى على الفتء أنواع يا دكتور من حيث الانتشار يعني الفتء الناس يقولك أنا هعمل عملية الفتء برضو العمليات دي بتتعمل بالمنظر ولا لأ حضرتك تدينا كده مشكورا يعني حلقة كده تنويرية جميلة زي يعني المعلومات القيمة اللي حداك بتقدمها على اليوتيوب برضو واللي حداك بتنفع بيها الناس بخلاف طبعا شغل حضرتك يعني على الأرض زي ما بيقولوا اللي بيتكلم عنك يعني وربنا جزيك كل خير هو الفتء فيه منه نوعين أساسيين الفتء الخارجي اللي هو بيبقى باين برا المريض حاس شايف أن فيه حاجة كده ورمة وفيه مكان ما هنقولها دلوقتي وفيه نوع تاني اللي هو الفتء الداخلي الفتء الداخلي ده اللي هو بيبقى موجود داخل البطن ده ما بيشوفوش المريض لكن بيؤدي إلى أعراض أخرى وأكتر نوع من الفتء الداخلي ده وأشهره موفاة الحجاب الحاجز وفتء الحجاب الحاجز هو بيبقى عبارة عن أن الفتحة اللي هي معدية المريء من الصدر إلى البطن بتبقى بيحصل فيها وسع شوية فجزء من المعدة بيطلع فوق إلى الصدر والمعدة المفروض ما كانها الطبيعي مش في القفص الصدري ما كانها الطبيعي في تجوي في البطن فبالتالي بتحصل بعض الأعراض اللي هو الارتجاع وإلى آخره هو ده الفتء الداخلي زائد بعض أنواع أخرى قليلا ما تحدث نتيجة عيوب خلقية جوه في بعض الأربطة ما بين الاثنى عشر والأمعاء وكانت فبتزنف جزء من الأمعاء تعمل الفتء الداخلي ده الفتء الداخلي اللي هو الفتء بس الأعراضه ما لهاش علاقة بظهور شيء خارجي وده بقى اللي هو نسبته أكتر بكتير هو الخارجي ده فالخارجي ده بيبقى عبارة عن جزء من الأحشاء طلعت من خلال فجوة في البط وعملت الفتء ده والأنواع الشهيرة الفتء الإرابي اللي هو في المنطقة الإرابية اللي بيبقى تحت فوق الفخد على طول والفتء السري وده لأن الحتتين دول قريبا بيبقى فيه يعني نسبة أو مجال مجال أن يطلع أن هي تبقى تضعف فيحصل فجوة في جدار البطن فيطلع الفتء منه وفيه نوع التالي هو الفتء الجراحي ومن اسمه فتء جراحي يعني بيجي على جرح بتاع عملية 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 وده مكان الجراحي طبعا مكان العملية مهما كان احنا ما فيش حاجة عمرنا في الجراحة ما نصلحها وترجع زي ما ربنا خلقها القطعا ما بيبقى فيه نوع من الخلل ولو بسيط مهما تقدمت احنا طبعا دلوقتي أنواع الخيوط تقدمت وأنواع المستنزمات المستخدمة في العمليات تقدمت جدا لكن ما تبقاش شيء طبيعة لربنا سبحانه وتعالى خلقنا عليها فممكن أن هو هذه المنطقة مع وجود عوامل مساعدة يحصل فيها الفتء ويطلع برا الاحتياجات برضو الجراحية زي ما تكلمنا عن المرارة كده امتى المريض اللي عنده فتء مبدئيا يروح للطبيب وفكرة أنه هو الفتء بيرجع وما بيرجعش والحاجات دي كلها نبتكلم عن الفتء سواء القربي أو الفتء السري القرار الجراحي هنا بيكون بناء عليه هو بداية ليس هناك علاج آخر للفتء الخارجي إلا العملية سواء الجراح بالزبط كده مش حيروح الفتء إلا بالعملية يعني اللي خرج مش هيدخل غير بالجراح آه الخارج سبقى فيه دلوقتي دفاكت أو يعني فيه فاجوة لا بد من إصلاح يجب أن نهي تصل فبالتالي مش مش هيروح خالص الفتء اللي عنده ده إلا بالعملية لكن هنا نقول إمتى توقيت العملية توقيت الجراحة هل بنبقى مستعجلين أو مش مستعجلين ده بيرجع لتقدير الطبيب فعشان كده بنقول ما فيش حاجة اسمها فتء يتشخص من على بعد لازم الطبيب يشوف الفتء ده علشان في بعض الحالات بيحصل مضاعفات من الفتء فإذا كان هذا الفتء معرض للمضاعفات أو احتملية المضاعفات أنها تحصل قريبة يبقى يجب أن نسرع بالعملية حنقول المضاعفات إيه المضاعفات أشهرها هو الانحشار أن الأحشاء تطلع بره أو الأمعاء تطلع بره وما تدخلش تاني جوا دي تبقى مقدمة بقى لمضاعفات أوحش من كده ما نحبش أنها تحصل إليه اختناق الفتء اختناق الفتء برضو دي برضو من الأخطاء الشائعة الناس بتفتكي لما نقول اختناق الفتء أنه هو هيتخنق نفسه هيتخنق الكلام ده مش صح نحن نتكلم عن اختناق الفتء نفسه أنه هو حصل الفجو اللي في قدر البطن قفلت عليه فحرم من الدم ما بيوصلوش فبالتالي هذا الجزء ممكن يحصل فيه درغرينة بعد الشر فلما بنلاقي أنه هو حصل هذا الانحشار بنقول لا بنسرع في العملية الحاجة التانية الألم فيه ألم متكرر ولا ما فيهش ألم متكرر يعني الفتء آه موجود وبيدخل البطن وبيرجع التاني لما يكح أو بيزع يعني من خصائص الفتء لكن عنده ألم متكرر وخصوصا لو مشي مدة طويلة أو في دلوقف نفس الوضع مدة طويلة مدرس مثلا بيوقف في الفصل لفترة طويلة أو مشي مشوار شوية كل ما يمشي مشوار يجيله ألم لا يبقى معنا كده أنه لازم نعجل بقرار الجراحة نعجل بالعملية لكن هو في النهاية ليس له علاج إلا العملية ولكن مهم جدا وفي أي كتاب حضرتك طبعا عارف ودرسك راحة في أي كتاب بيقول عملية فتء أول براجرافي أو أول فقرة فيه إن احنا يجب أن نعالج الأسباب أو لو فيه عوامل مسببة للفتء يعني عشان نضمن إنه ما يكرر هو الفتء بيظهر إمتى فتء نتيجة يظهر في أكتر في مين الناس اللي هما بيحزاؤه بالسمرار عنده كحة بالسمرار عنده إمساك مزمن الشغلة بتاعته بتشيل حاجات تقيل أي نعم إن مش كل واحد بيشيل حاجات تقيلة وكل واحد عنده كحة بيجيله وفتء لكن بيبقى أصلا هو مهي أن يحصل فتء وده هو اللي بيظهره لو جينا عملنا العملية وإحنا لم نعالج السبب الأصلي يبقى في هذه الحالة الفتء معرض للارتجاع اللي حضرتك سألت عليه للارتجاع بالزرط فعلشان كده أهم من إن أنا أقول العملية أول خطوة في العملية إن أنا أحضر المريض بتاعي كويس علشان ما يبقاش فيه فرصة للارتجاع للعودة أو للارتداد بمعنى صح إن إحنا نقلل جدا من فرصة حدوث الارتجاع بتحضير الجيد للمريض قبل العملية بالزبط والحاجة الثانية بقى أن العملية نفسها تتم بطريقة سليمة تبقى من القواعد الجراحية لكل حالة وكل حالة طبعا تبقى مختلفة عن التانية أنا عايز أسأل حدوك سؤال أخير في الجزئية دي وهي تخص الحياة أهلين مش عايز أقول الكبار في السن وما كبار في المقام كتير جدا من الأهل تبص تلاقيهم أباء وأمهات وخصوصا السيدات اللي هم تلاقيهم وزنهم زائد ويعانوا من وجود فتأ ويقولوا إيه ما فيش داعي بقى للجراحة ما هو خليها يعني ما بيحصلش حاجة أهل واحد برضو متعايش معاه فإحنا فهمنا دلوقتي المشاكل لكن عايز بقى أتكلم من الناحية العملية دكتور حسن عشان الناس هما شخصيا بيسمعون وولدهم والمحبين ليهم الفكرة العملية برضو بتاعت الفتح العملية بتتعامل بالمنذار ولا بتتعامل بشكل عادي الفترة النقاها بتبقى قد إيه وهكذا علشان الناس بس تتطمن ولا تهمل علاج شيء هيفرق معهم في تحسين زي ما بيقول مستوى حياتهم على مستوى الصحية فتح هو العملية ممكن عملية الفتح بصفة عامة ممكن تتم بالفتح ممكن تتم بالمنذار في بعض الحالات بيبقى نتائج المنذار أحسن شوفها هنا أنا بقول إنه ممكن كده وممكن كده لما كنا بنتكلم على مرار أنا قلتها حاسمة بالمنذار لكن في الفتح ممكن كده وممكن كده صحيح في بعض الأحيان يبقى النتائج المنذار له فايدة أعلى بكتير من الفتح يبقى في هذه الحالة بنعمل العملية بالمنذار تمام وأحيان أخرى إنه هو بتبقى النتائج واحدة وفترة النقاها واحدة لأنه هو في حالة الفتح وإصلاح الفتح وطبعا أي فتح دلوقتي حضرتك عارف لازم من ركب بنحط شبكة اللي هي الدعامة للجدار البط بالزبت فهو لازم إن المريض برضو بيقى فيه شوية محزير في العودة للنشاط الجامد أو للرياضة أو للكلام ده فبالتالي في بعض الأحيان بيبقى الفايدة بتاعت المنذار قريبة للفايدة بتاعت العملية فبتبقى في هذه الحالة الاختيار ممكن يا كده يا كده لكن في بعض الحالات الأخرى المنذار بيفضل إنه هو يبقى هو العملية التم بيه لأنه بيبقى النتائجه بتبقى أفضل أو الفترة نقاها عند المريض بتبقى أفضل بالمنذار مثال لكده الفتح المرتجع يعني مريض عامل عملية في المنطقة الإيرابية فتح إيرابي ورجع تاني في هذه الحالة بيفضل النتيجة بتكون أفضل إن احنا نعملها بالمنذار لأن احنا ندخل من فيلد جديد غير العملية الأولينية فبتبقى النتيجة نحن بنقوي بنقدي بنعمل دعامة أخرى لجدار بطن من الجهة الخلفية غير الجهة الأمامية اللي تعملت فيها من الأمامية يعني مش عايزة أدخل في التفاصيل كتير فده يعني بتزود فرص الاستشفاء أو عدم الانتبات فبتكون النتيجة أفضل بالنسبة للمرض وهي هنا دي النقطة دي اللي بتفرق يا جماعة الكفاءة الطبية هو ده اللي احنا العملية يكون كمان متتدرب كويس على العمليات دي بالزبت إنما حرجع أقول لحضرتك في الآخر اللي بيحدد هو أنهي الأفضل للمريض الطبيب هو اللي بيحدد بالزبت تبقى للتقييم فزي ما حاج شفت مش كل حالة نقول نحنا ملهاش ملهاش اتجاه واحد هي كل حاجة بيتفصل العلاج بناء على لكن زي ما قلنا في الأول إن وجود المناظير طبعا دلوقتي في مجال الجراحة طبعا ده أضاف الحقيقة أضافة كبيرة ونسبة كبيرة من يعني الفوائد في في الشفا وفي النقاها للمريض فبالتالي برضو في عمليات الفتاة نفس الحكاية تمام